موسيقى انا بروفيسور فادي جعارة من رئيس اسم الأورام والطب الشعاعي بجامعة أمريكية في بيروت كلمة صغيرة لزملائي الأطباء عن الكشف المبكر والاستفسار عن العلاج الشعاعي بالأمراض السرطانية الكشف المبكر هو أساس كل النجاحات اللي ممكن تكون بعلاج السرطان كل ما يكون الكشف مبكر كل ما بيكون عنا إمكانية نجاح وعمل ونجاح كل ما يكون عنا نجاح بالشفاء الحقيقة أنه مع النجاح مع الاكتشاف المبكر هناك كمان سئة بالفريق الطبي إن كان بقصة الجراحة أو الشعاعي أو العلاج الشعاعي أو العلاج الكيميائي فيه اسم كتير مهم من الأمور بتكون غامضة للأطباء بشكل عام هي عن مضاعفات هالعلاجات أنا بحب تذكر أنه العلاجات كل ما بتكون على يد اختصاصيين مددربين كل ما بيكون المضاعفات أقل ودور الطبيب العائلي هو أنه الطبيب العائلي أنه يفسر للمريض أو المريضة عن هالمضاعفات بالنسبة للأشعة المضاعفات هي مضاعفات بسيطة بتتصل على المنطقة اللي عبيجي عليها العلاج الشعاعي يعني إذا عام نعالج الحوض ما رح يكون فيه مضاعفات بالرأس أو هبوط الشعر إذا عام نعالج الرئة ما رح يكون فيه مضاعفات بالجهاز هضمي وكذلك دولك يعني علاج إذا ما نحكي علاج السدي المضاعفات هي رح تكون أحمرار في البشرة اللي هو يبدوم بين أسبوع وعشر تيام وبعدين بيختفي كثير مهم أنه المريضة أو المريض يعيكونوا على بيّنة من هالأمور مش لما يكون عندهم وهم ويكون عندهم استعداد أنه يكملوا ويكفوا العلاج بدون أي توقف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة